يتأجج الاقتتال العشائري شرق سوريا في ظل انتشار السلاح والفوضى الأبنية ليودي بحياة مزيد من السوريين هناك مراسل حلب اليوم قال إن عشرة قتلى سقطوا في خلاف عشائري بين عشيرتي العفادلة والجماسة في قرية الجركة بريف الرقة الخلاف بدأ على أرض زراية دخلتها إحدى المواشي ليتطور إلى اشتباك مسلح ولم ينتهي إلا بالتدخل وجهاء المنطقة وعشائر أخرى من القرى المجاورة بحسب مراسلين ليس الاقتتال الأول بين العشائر ففي ديرزور انتهى الاقتتال العشائري بين عائلتي الفاضل الثابت والدابس بمقتل شابين وفي ديرزور أيضا استمر الاقتتال بين عشرتين الفرج والكسر لمدة عشرين يوما وأفضل مقتل شاب وهي اشتباكات غالبا لا تنتهي بصلح بل تنبئ بتجددها في أي لحظة يقول الشيخ مضر حمد الأسعد المنصق العام للمجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية في تصريح لموقع نداء بوست إن أسباب تصاعد الاقتتالات العشائرية في المنطقة يعود إلى عدة أسباب وهي عدم قدرة قسد على السيطرة على المنطقة بشكل فعلي وانتشار الفوضى والسلاح بشكل واسع ضعف الرقابة الدينية الذاتية بعد تحجيم قسد دور رجال الدين واعتقال أغلبهم وإغلاق مدارس ومعاهد الشريعة الإسلامية ما أدى إلى تجهيل أبناء المجتمع وإبعادهم عن تعاليم دينهم تراجع العملية التعليمية في المنطقة بسبب الإهمال المتعمد من قبل قسد وتعينها معلمين لا يملكون شهادات أو خبرات كافية في القطاع التعليمي ما أدى إلى خروج جيل جاهل وفقا للأسعد كما تشارك قسد بخلق الفتن بين العشائر والاشتراك مع طرف ضد آخر إلى جانب تهميشها لأهل الحل والعقد في المنطقة ومضايقتهم بحسب الأسعد يغيب التنظيم العشائري إذن وتغيب الدولة الضابطة لأي شكل من أشكال القانون بينما تسود لغة السلاح في منطقة أكثر ما تحتاجه اليوم هو تحقيق الأمن والاستقرار